بالتجاهل والارتفاع واجهت أسواق النفط خطوة منسقة لكبار المستهلكين بالإفراج عن كمية ضخمة من احتياطاتها الاستراتيجية لتسجل العقود الآزلة لخام برانت القياسي العالمي أعلى مستوى لها منذ أسبوعين ملامسة عتبت الثلاثة والثمانين دولارا للبرميل لينجح في كسب نحو ثلاثة دولارات في جلسة تداول واحدة بنسبة ناهزت أربعة في المئة عن تداولات جلسة الاثنين وعلى ذلك النحو ارتفعت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي إلى نحو تسعة وسبعين دولارا للبرميل بزيادة دولارين بنسبة زيادة تجاوزت 2.6% بالمقارنة مع جلسة الإغلاق السابقة تتجاهل أسواق النفط لخطوة بايدن في مواجهة تحالف أوبك بلاس في وقتين يتفاعل معها الرأي العام الأمريكي وينقلب السحر على الساحر فتحركات بايدن لخفض أسعار النفط بات التثير ردود فعل سلبية بشأن قدرة تسيير قاطن البيت الأبيض لأسوأ أزمة وقود تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية منذ نصف قرن ومن هنا يطل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتقدا سياسة خالفته في قيادة أكبر اقتصاد في العالم قبل عام واحد كنا مستقلين في مجال الطاقة والبنزين يباع مقابل سبعة دولارات في أجزاء من كاليفورنيا وينتشر في جميع أنحاء البلاد بينما يأخذون النفط من احتياطاتنا الاستراتيجية هل بهذه الطريقة تضار الدولة؟ ارتفاع في أسعار الذهب الأسود فيما يبدو معركة خاسرة لبيدن ضمن حرب طويلة بين المستهلكين والمنتجين فإعلان البيت الأبيض عن نيته في اتخاذ خطوة أخرى لخفض أسعار الخام تجعل من سحب جزء من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية سوى جولة أولى في مواجهة قصر العظام مع تحالف أوبك بلاس التي سارع بعض أعضائها للإعلان عن تمسكهم بسياسة الإنتاج الحالية دون تغيير قبل الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في الثاني ديسمبر القادم